بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصا لقطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيضاه الله تعالى بنصره العزيز من المسيد المبارك في تيلفورد في 29 من شهر مايو أيار الجاري حيث قال يقول المسيح الموعود عليه السلام أشكر الله الذي أعطاني جماعة مخدصة ووفية إنني أرى أن العمل والغرض الذي أدعوهم إليه يسبقون إليه غيرهم بكل قوة وسرعة وحماس بقدر استطاعتهم وقدرتهم رأينا زمن المسيح الموعود عليه السلام مشاهد إخلاص الصحابة له وهناك أحداث كثيرة تسلط الضوء على ذلك وهذه العلاقة مستمرة في العائلات الأحمدية القديمة وموجودة في الجدد أيضا وإن هذه العلاقة بحسب وعود الله عز وجل دليل على تحقق وعود الله تعالى وتشكل ضمانا لوحدة الجماعة فعندما أخبر الله المسيح الموعود عليه السلام عن رحيله من هذا العالم ذكر بعد ذلك أن سلسلة الخلافة ستستمر حيث قال في كتابه الوصية لا تحسنوا لما أخبرتكم به ولا تقلقوا إذ لا بد لكم من أن تروا القدرة الثانية أيضا وإن مجيئها خير لكم لأنها دائمة ولن تنقطع إلى يوم القيامة وإن تلك القدرة الثانية لا يمكن أن تأتيكم ما لم أغادر ولكن عندما أرحل سوف يرسل الله لكم القدرة الثانية التي سوف تبقى معكم على مدى الأيام كما وعد في البراهين الأحمدية وإن ذلك الوعد لا يتعلق بي بل يتعلق بكم أنتم كما يقول الله عز وجل إني جاعل هذه الجماعة الذين اتبعوك فوق غيرهم إلى يوم القيامة وبحسب هذه الوعود بدأ نظام الخلافة وهو بحد ذاته لا يعني شيئا ما لم تكن هناك علاقة من الحب والوفاء والإخلاص والمودة بين الخليفة وأفراد الجماعة فهذه العلاقة لا يخلقها إلا الله فليس بوسع أحد أن يخلقها ولا أن يحافظ عليها وهذه العلاقة ضمان لوحدة الجماعة ورقيها ودليل على تحقق وعود الله وعلى صدق الجماعة وتأييد الله لها هذه العلاقة بين أفراد الجماعة والخليفة يشترك بها حتى الأحمديون الذين يعيشون في أماكن نائية ولم يروا الخليفة ولا مرة واحدة في حياتهم ولكنهم يتقدمون بالإخلاص والوفاء بحيث إذا وصلتهم تعليمات الخليفة يسعون للعمل بها ويظهرون محبتهم وإخلاصهم بشكل مدهش مما يدل بوضوح على تحقق وعود الله للمسيح الموعود عليه السلام أذكر بعض الأحداث والانطباعات التي يكنها أفراد الجماعة لخليفة الوقت وهي مستمرة من زمن المسيح الموعود عليه السلام لقد ظن المعارضون أنه بعد وفاة حضرته ستنتهي هذه الجماعة لكن المحبة والعلاقة الوطيدة بين الأحمديين والخلافة ظلت في ازدياد مستمر وأقدم بعض الأمثلة على ذلك يقول مدير جريدة البدر متحدثا عن أيام مرض الخليفة الأول تأتي الرسائل للخليفة بكثرة وهو يدعو لهم كثيرا إن هؤلاء العشاق يظهرون حبهم بطرق عجيبة ومنهم الحكيم محمد حسين الذي قال تضرعت لله تعالى اللهم أعطي إمامنا عمرا مديدا مثل نوح عليه السلام وكتب محمد حسن فرحت فرحا عظيما لا يعرفه إلا الله بعد أن سمعت خبر تعافي إمامنا ومرة كان الصحابي المسيح المعود عليه السلام عبد الله جالسا في مجلس الخليفة الأول وقال له انصحني لأعمل بحسبه فقال له الخليفة إنك قمت بكل ما يلزم ولم يبقى سوى أن تحفظ القرآن وكان عمره يناهز الخامسة والستين فبدأ بحفظ القرآن وأنجز ذلك سعيا للعمل بأمر الخليفة رغم تقدمه بالعمر وفي زمن الخليفة الثاني اضطرب قلب حضرته لما شدت حركة شده فألقى خطبة طلب فيها من الأحمديين التبليغ في منطقة ارتد فيها الناس بكثرة وذلك ليعيد المرتدين إلى حضيرة الإسلام فخرج الأحمديون من جميع مشارب الحياة للتبليغ وبسبب مساعيهم رجع آلاف الناس للإسلام وقال القاري نعيم الدين البنغالي لقد ظن ابني الإثنان أنني لو عرفت بذهابهما إلى هناك سأتضايق لأنني متقدم في السن ولكني أشهد الله أنه لو استشهد كلاهما ولو استشهد ابن الثالث معهما أيضا فسأشكر الله ولو كان عندي عشرة أبناء واستشهدوا جميعهم في هذا السبيل لما ذرفت دمعة واحدة ولما زار المصرح المعود الشام رافقه من هناك إلى لبنان الأستاذ محمد الشوى الذي كانت تربطه علاقة وطيدة مع الخلافة وحيث أنه كان محاميا فلم يكن يقبل أي أمر بدون دليل ولكن كان إذا سمع قولا من الخليفة لم يكن يطلب أي دليل بل كان يقول انتهى الأمر بعد قول الخليفة في زمن الخلافة الثالثة كانت سيدة أحمدية في أمريكا اسمها نعيمة تحب الخلافة حبا جمع وتفضل طاعة الخليفة على كل شيء وأثناء جولة الخليفة الثالث في أمريكا ألقى خطابا عن أهمية الحجاب فارتدته مباشرة بعد الخطاب وكانت تلتاع لتنفيذ أوامر الخليفة ونصائحه يقول الخليفة الرابع يخبرني بعض الأحمديين من أفريقيا أنهم لم يكونوا يعلمون أن أقوامهم ستتقدم في حب هذه الدعوى وأنهم سيصبحون خداما للخلافة ويبدون حبا للخليفة إلى هذا الحد المدهش ولا دخل لمساع الجماعة في ذلك بل يحدث كل هذا من الغيب من الله تعالى وفي عهدي عندما ذهبت لنيجيريا ليومين في 2004 بدون ترتيب مسبق شعرت أنني لو لم أذهب لما كان هذا جيدا كانت الجلسة قد عقدت قبل أيام مع ذلك أتى الناس من أماكن بعيدة للقاء مع الخليفة وبلغ عددهم قرابة 30 ألف شخص وكانت مظاهر الوفاء التي شاهدناها جديرة بالرؤية فالحب الذي أبدوه لا يوصف هؤلاء الذين لم يروا الخليفة سابقا ولما رأوه أظهروا حبا جما وعند الدعاء كانوا يدعون بابتهال وحب كبير لا يمكن أن يخلق إلا بيد الله يقول بعض المشايخ لقد أغلقنا بعض مراكز الجماعة في بعض البلدان الإفريقية ولكنهم يجب أن يسألوا عن هذا الوفاء والإخلاص الذي يظهره أهل تلك البلاد هل هو نتيجة إغلاقهم مراكز الجماعة؟ اشتركت في جلسة غانا عام 2008 فجاء وفد كبير من بوركين فاسو كما جاء عدد من الخدام والأنصار على دراجاتهم البسيطة ليعبروا بذلك عن حبهم للخلافة فلما قيل لرئيس الخدام أن دراجاتهم بسيطة والمسافة طويلة رد قائلا صحيح أن دراجاتنا بسيطة وفي حالة يرثى لها إلا أن إيماننا قوي ونحن مفعمون بالحماس الشديد من أجل اللقاء مع الخليفة وفي ختام الخطبة أعلن أمير المؤمنين نصره الله عن بعض التغييرات في قنوات MTA القائمة مسبقا وعن افتتاح بعض القنوات الجديدة بحيث وصل عدد قنوات MTA الآن إلى ثمانية بفضل الله تعالى